بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دايما وأبدا نستعين مشاهدين متابعين الكرام في كل مكان أحييكم وأرحب بحضراتكم أجمل وأطيب ترحيب في هذا الصباح اللاباكر الجميل أحييكم بتحية الإسلام الخالدة فسلامنا من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته من هنا من على أرضية هذا الميدان ميدان حقل التابعي لمنطقة التبوك في هذا اليوم السبت الموافق ثلاث اثنين لعام 1445 من الهجرة النبوية الشريفة وبأول انطلاقاتنا حيث شوطنا الرئيسي الأول الخاص بفئة الإجذاع فما فوق مسافة الست كيلومترات هي التي قررت من اللجان العاملين على أرضية هذا الميدان فلهم جزيل الشكر والتقدير أيضا أتقدم باسمي وباسم ملاك الهجن بالتقدير وبالشكر الكثير للداعم لهذا المركض السيد باسم بن عبيد الضيوف العطوي حيث قدموا الرموز كمساهمة وأحيال هذه الرياضة رياضة الهجن العربية الأصيلة شكرا يا باسم على ما قدمت لهذه الرياضة رياضة الهجن رياضة الأباء والأجداد إذن متابعين الكرام مشاهدين الأعزاء نبدأ بحضراتكم ونسير مع مقدمات الشوط مع اللامريكز الأول هنا من ينطلق عن تر مشعل بالله في الدبر يقدم لنا عن تر على مقدمات الشوط وعلى اللامريكز الأول بينما ثاني التحديات وصل في هذه اللحظات مربج السعود بن محمد الحويطي من يقدم لنا مربش على ثاني التحديات بينما ثالث المراكز وثالث التحديات القادم في هذه الأثناء والحضر في هذه الأثناء ثالث المراكز وصل الزيب في هذه اللحظات من يقدم لنا الزيب أيضا مشعل بالله في الدبر من يقدم لنا الزيب على ثالث التحديات ولكن نعود بعدما أتممنا النداء الأول للثلاث المراكز المتقدمين للثلاث الحاضرين المتواجدين معنا في هذه اللحظات نعود إلى مقدمة الشوط إلى عنتر من ينطلق ويسير بمقدمة الشوط ومع اللامريكز الأول يقدم لنا عنتر مشعل بالله في الدبر يقدم لنا عنتر على أول التحديات بينما ثاني المراكز وصل في هذه اللحظات مربج من يقدم لنا مربج السعود بن محمد الحويطي يقدم لنا مربج على ثاني التحديات وثالثا وصل الزيب مشعل بالله في الدبر يقدم لنا الزيب على ثاني التحديات وعلى ثالث التحديات ولكن نعود إلى مقدمة الشوط إلى اللامريكز الأول إلى أول التحديات إلى الصراع الكبير إلى الحوار الثنائي الكبير ما بين عنتر وما بين مربج على صدارة الشوط وعلى الانطلاق الأول ومنح جميعوا 이것도 نعتمد لنا DAY حوالي يحب ومضح الآخر ايضا نعود بحضرتكم من جديد مع مقدمة الشوت نعود مع حكاية ورواية هذا الشوت لنعود لمقدمة الشوت نعود لمبرش مربش هو من غير وانطلق بمقدمة الشوت سعود بن محمد الحويطي يقدم لنا مربش على أول التحديات ومع المركز الأول بينما ثاني التحديات وصل عن تر مشعل بن لاف الدبر يقدم لنا عن تر على ثاني التحديات وثالثا وصل في هذه اللحظات الذيب عبد الرحمن بن علي العمراني من يقدم لنا الزيب على ثالث التحديات ورابع أيضا وصل الزيب مشعل بن لاف الدبر من يقدم لنا الزيب على ثالث التحديات وعلى ثالث الانطلاقات ولكن نعود إلى مقدمة الشوت إلى أول الأسماء إلى الانطلق في هذه اللحظات وغير بدور إلى المركز الأول ينطلق مربش في هذه اللحظات وينطلق سعود بن محمد الحويطي يقدم لنا مربش على أول التحديات ولكن ثانيا وصل في هذه اللحظات على ثاني المراكز وعلى ثاني التحديات وصل في هذه اللحظات عن تر مشعل بن لاف الدبر يقدم لنا عن تر على ثاني التحديات وثالثا وصل الزيب عبد الرحمن بن علي العمراني يقدم لنا الزيب على ثالث التحديات ورابع أيضا الزيب هناك ينطلق مشعل بالله في الدبر ينطلق ويقدم لنذيب على ثالث التحديات ولكن نعود إلى مقدمات الشوط إلى المركز الأول إلى أول التحديات إلى معركة الكبار إلى الصراع الكبير الذي ينطلق ودارت رحامة بين هذه الشعارات الكبيرة التي انطلقت وسارت نحو ذلك الفوز ونحو الانتسار عن تر هو من ينطلق بمقدمات الشوط ويغير بدورها في هذه اللحظات ويستلم زمام الأمور في هذه اللحظات ينطلق ويقدم لنا هذه العروض الكبيرة والمعتادة من هذا الشعار مشعل بالله في الدبر يقدم لنا عن تر لوحة الاثنين كيلومتر يخواني هي المسافة المتبقية من عمر هذا الشوط نعود إلى مقدمات الشوط إلى المركز الأول إلى أول التحديات ينطلق عن تر في هذه اللحظات ولكن السراع يحتكر هنا ما بين الاسمين ما بين الشعارين مربش وعنتر عن تر ومربش على مقدمات الشوط أيضا يغير بدور مربش هذه اللحظات وينطلق بالمركز الأول السعود بن محمد الحويطي يقدم لنا مربش وثانيا عن تر وثالثا وصل الزيب عبد الرحمن بن علي العمران يقدم لنا الزيب على ثالث التحديات ورابعا وصل الزيب مشعل بالله في الدبر يقدم لنا الزيب ورابعا هناك وصل في هذه اللحظات موفق مشعل بالله في الدبر يقدم لنا موفق على رابع التحديات ولكن نعود إلى مقدمات الشوط إلى المركز الأول إلى أول الاسماء هنا من ينطلق عن تر عن تر عن تر عن تر عن تر من ينطلق بمقدمة الشوط الزيب ثانيا عبد الرحمن بن علي العمران من يقدم لنا الزيب على ثاني التحديات وثالثا وصل موفق مع تمنياتنا بالتوفيق لجميع المشاركين معنا في هذا الشوط وصل موفق مشعل بالله في الدبر أيضا وصل الزيب ولكن نعود إلى عن تر مع مقدمات الشوط مع الله مركز الأول من ينطلق ويغير الأمور ولكن هنا على ثاني التحديات أيضا وصل الزيب عبد الرحمن بن علي العمراني يقدم لنا الزيب وانا عطفنا في المنعطف الأخير والاتجاه الصحيح بوابة العبور للأمتار الأخير اتحرك الزيب واتحرك عن تر ووصل الزيب في هذه اللحظات ووصل موفق ولكن خلونا مع مقدمة الشوط مع الزيب من ينطلق عبد الرحمن بن علي العمراني ينطلق ويقدم لنا الزيب ولكن أيضا وصل في هذه اللحظات وصل الزيب آخر ولكن بشعار مشعل بالله في الدبر يقدم لنا الزيب بهذا الانطلاق الفريد وبهذا الانطلاق المميز ينطلق بمقدمة الشوط وبالمركز الأول بهذه العروض الفنانة وبهذه العروض الممتازة ينطلق الزيب بشعار الدبر ينطلق بهذا العرض الكبير مشعل بالله في الدبر من يقدم لنا الزيب بهذا الأداء المميز وبهذا الأداء الكبير وثانيا هنا لكالأسماء الواصلة ولكن الزيب من هذه اللحظات اشتركوا في القناة